اهلا بكم في فيديو جديد وكل ما تشوف فيديو ليا هتقول لي هل من المزيد وأنا عشان بحبك هقول لك أكيد بيبدأ في المناء لما التقويص اللي بتحكم مدينة في الصين علشان يحتفلوا بالمدينة بيختروا الألعاب النارية بس ابنهم الأمير شين بيشوف انه ممكن يستخدم الألعاب النارية ديًا كسلاح ولما بابا بيستشير عرفه في أمر ابنه بتقوله انه لو فضل في طريق الشر اللي هو عايزه دون هتبقى نهايته على ايد محارب لنه أبيض في سود فبيروح الأمير بالجيش بتاعه وبيقتل كل البندا الموجودين ولما بيرجع لأهله بيلاقيهم خايفين منه عن اللي هو عمله وبتردوا بره مملكتهم وبيحرموا عليه يدخلها وهو ماشي بس قالهم انه هينتقم مصين كلها عن اللي هم عملوا ده وفي المكان الجديد اللي هو راحه واحد من الجيش بتاعه بيقول له ان الحديد خلص منهم فبيقول لهم دوروا في القرى البعيدة علشان تكملوا صناعة السلاح وبيكون الأطفال لسه بتحكي عن بضلات البندا محارب التنين وازاي بقى مع المقاتلين الخمسة والكلام ده طبعا في الجزء الاول ولو ما شفتش ملخص الجزء الاول بقى نصحك تروح تشوفه والبندا بو بيبقى قاعد يلعب مع المحاربين اصحابه لما بيفكروا بمعاد تدريبه مع المعلم شيفو وبيروح بو جرد شيفو اللي بيلاقيه بيعمل مديتيشن وبيقول له بو انه لازم يستخدم السلام الداخلي علشان يبقى اقوى بس النمراء بتقطعهم وتقولهم انه فيه قطاع طرق بيهجبوا على القرية وبيروح بو مع بقية المقاتلين علشان ينقذوا الناس وبيكون الأشرار دول جيش الأمير شين وعايزين الحديد اللي موجود في القرية ولما بيشوف بو بيستغربوا ان فيه بنده لسه عايش ومحاربين الكونجو فيه بيحاربوهم وبيعملوا معهم الصح وكان فاضل اخر واحد وهو بيجري نحية بو بيشوف علامة على كدفه وبترجع له ذكريات منه هو صغير وبيأخذوا الخبطة ويقعوا على الارض ولما النمراء بتسأله ايه اللي حصل قال لها انا لازم امشي وقام بسرعة وبيروح لابو الوزة بتاع النودلز وهناك بيظهر ان الناس بتحبه جدا وبيتكلم مع ابا ويحكي له اللي حصل وانه شاف مامته هو صغير وبيسأله هو جيم نين وهنا ابو بيقول له مفاجأة كبيرة جدا وهو ان دوب البنده ده مايبقاش ابن الوزة ده مفاجأة طبعا مش كده وبيحكي له ان في يوم وهو خارجيه بخضار لا محطوط في صندوق ورا المطعم وانه صعب عليه فدخله جوا البيت واعد يأكله وبعدين حماية وبعدين أكله تاني وبعدين أكله تالي شكله هيقف عليه بخسارة ولا ايه وانه من ساعتها قرر يربيه على انه ابنه ويروح شين على مدينته تاني وبيلاقي ان ابوه مات والمدينة في حد تاني بيحكمها ولما بيطلب منهم انهم يدول الحكم بيدور خناعة ما بينهم وهو كان قوي بس ما يقدرش هكونجوفو بتاعهم علشان كده اخترع المدفع ده وضرب الحكم الجديد بي واللي كان احد معلمين الكونجوفو الأقوية ولما وصل الخبر اللي تشيفو محدش كان مصدق وتشيفو بيقولهم ان لو محدش وقف قدام السلاح دون هتبقى نهاية الكونجوفو وانهم كمقاتلين لازم يروحوا يدمروا السلاح ده ولما بو بيسأله ازاي هندمروا بيقول له استخدم السلام الداخلي والطريق كان طويل قدامهم وهم رايحين للمهمة وكان الامير شين بيجهز اسلحته وكمان وبوه هو نايم بيحلم بمامته وباباه وانهم ما كانوش عايزينه وبيصحب من الكابوس ده ويخرج يتضرب وبيحاول يتضرب على السلام الداخلي زي المعلم شيفو لكنه ما بيعرفش وبيوصلوا للمدينة اللي فيها الامير شين اللي في نفس الوقت كان بيحط سلاحه وما كان عرشبوه ولما بيسأل عرفها عن مستقبله بتقوله انه زي ما هو وما تغيرش بيقول لها مستحيل انا قتلت كل البنده في نفس الوقت اللي بيدخل عليه واحد من رجالته ويقول له انه شاف بنده بيحارب بالكونجو فو فبيأمرهم يقبضوا عليه ويجيبوه ولما المقاتلين بيدخول المدينة بيلاقوها مليانة برجالة الامير شين فبيتسحبوا علشان يوصلوا للأسر بتاعه واحدة بتقولهم انه فيه اتنين من معلمين الكونجو فو في السجن فبيروحوا علشان يخرجوهم يمكن يساعدوهم وفعلا بيعرفوا يوصلوا للسجن وبيفتحوا لهم الباب بس الاتنين ما بيردوش يخرجوا وبيقولوا لهم لو قاومنا شين هيوجه السلح بتاعه نحية المدينة وبوب يحاول بكل الطرق انه يطلحهم من السجن بس ما بيردوش وبيقولوا انه خلاص الكونجو فو مات ويدخل عليهم تلاتة من رجالة الامير شين ويدربوا اتنين والتالت بيجري وهم بيطلعوا يجري وراه وبيفضلوا يعملوا شغل بازات في المدينة كده لحد ما بيعرفوا يمسكوه بس بيكونوا وصلوا قدام اسر الشين والحراس حوطوهم من كل مكان فبيستسلموا والحرس بيحطوهم في الكلبشات وبوب بيقول للنمرة انه عنده خطة ولما بياخدوه يدخل للشين بيفضل يضحك عليه وبيقولوا العرفة بقلها له هلهوطة ده هو اللي هيوقفني ده طول عمره بيجهز نفسه علشان ينتقم مني وجايلي وهو متكتف فبوب بيقول له طول عمر ايه انا لسه اصلا مسامع عنك اول مبارح وبيقمر رجالته وانهم يخلصوا عليهم ولسه هيولعوا السلاح جاي واحد من المقاتلين وطفض نار وبيطلع ان مش هو المحبوس وان دي خطة بوب وبيفوقوا الكلبشات بتاعتهم وبينجحوا ويدمروا المدفع وبوب بيطير على شين ولسه هيضربوا وبيشوف العلامة تانية وبيفتكروا هو صغير والنار بتولع في اهله وشين كان هناك وبوب بيسأله انت فعلا كنت هناك فقال له اه وصابوا ونطب البرج وهرب منهم وبيروح شين على البرج اللي قدامهم بيطلع عنده مدافع كمان وبيضرب عليهم بيها وبيتحبسوا في البرج من كل الناحية بس بيستغل البرج هو بيقعوا وبيهربوا منه وبيقمر شين رجالتوا انهم يجروا وراهم وكمان يجهزوا السفن ويحطوا عليها المدافع وهم بيروحوا يستخبوا في السجن وبيسألوا بو ايه اللي حصل شين كان في ايدك ازاي سبته ولما بيرضاش يقول النمرة بتقوله خلاص انت هتفضل هنا وبو طبعا ما بيوفقش وبيحاول يرجع فالنمرة بتضربه فبيقول لها ابو على الحقيقة وان شين كان موجود اخر مرة شاف فيها اهله وانه لازم يرجع ويعرف منه ايه اللي حصل فالنمرة بتقوله انا مش هينفع سيبك ترجع وتموت وبيرجعوا هم وبيسيبوا بو ولما بيوصلوا بيتفقوا انهم يفجروا المبنى لفي الاسلحة وفي نفس الوقت بيكون بو طبعا ما اسمعش الكلام وبيتسحب هو كمان علشان يوصل لتشين وفعلا بينجح انه يوصلوا وبيسأله هو ايه اللي حصل في الليلة دي والمقاتلين كانوا بينفذوا خطتهم لما بيشوفوا بو وبيلاقوا ان شين هيقتله فبيروحوا علشان ينقذوه وبيفضلوا يحاربوا في الحراس وبو بيحارب شين وبو بيزنق شين وبيقولوا لازم تعرفني ايه اللي حصل بس شين بيدرب عليه طلقة مدفع وبيطير بعيده وبيقع في المية وبيفوق بو عند العرافة اللي بتقوله انها انقذته علشان يحقق قدره وبو ما بيفهمش هي بتتكلم عن ايه وبيسألها ايه المكان اللي نفي ده فبتقوله انت ازاي مش فاكر اللي حصل اللي بيجيلك ده مش كابوس دي زكريات وبيبدأ ابو يفتكر وبيشوف بابا ومامته وهو صغير وبيلعب في القرية بتاعتهم في الوقت اللي شين كان هيمسك فيه الحكم وهي اتنبأت ان حد منهم هيوقف في وشه فشين جيب جيشه وقتل كل البندة بس ابو خلا مامته تاخده وتهرب وبيكون المكان اللي هو وقيف فيه ده هو قريتهم القديمة وبيفتكر ابو ان امامته فضلت تجري بيه وكان فيه واحد ان دجالة شين هيمسكها فاضطر التخبيف الخضار علشان محدش يمسكه والعرافة بتقوله يمكن بداية حياتك دي ما كانتش سعيدة بس اكيد بسبب اللي حصل انت عيشت اللحظات سعيدة برضه وبو بيفتكر ابو الوزة والنودل بتاعه والمهرجان واللي عمله علشان يدخله ولما اختروه محارب التنين ولما فتح لفة التنين وحارب تايلونج وحب ابو الوزة ليه ورعايته ليه وهو صغير ويقرر ابو انه لازم يرجع لصحابه اللي بيكون شين مربطهم وبيقولهم انه هم موكون جفوق هيموتوا وبتبدأ سفن شين اللي عليها المدافع تتحرك والمقاتلين هم متربطين بيشوفوا باندم بعيده وبيطلع ابوه وشين بيقمر رجالته ويدربوا عليه بالمدفع بس ابو بيقدر يتحرك شمال ويمين وفوق وتحت وما بيكونوش عارفين يثبطوا المدفع عليه لحد ما بينجح يوصل للسفن وبيحدف للنمرس لاح علشان تحرر نفسها وبتفضل المجموعة بتاع المحاربين دي تضرب في الحراس وكمان بيجي لهم الاتنين اللي كانوا في السجن علشان يساعدوهم وبيكون اللي اقناعهم المعلم شيفو وكمان جي حارب معاهم وبيستخدموا السفن بتاعتهم علشان يصدوا الطريق وبقيت السفن ما تعرفش تعدي وبيقمر شين الراجل بتاعه يضرب عليهم النار وهم وسط الجنود بتوعه وفعلا بيضرب عليهم والسفن بتنفجر وبيقف المياه وبو بيقوم يوقف على خشبه في المياه وشين بيقلهم يضربوا عليه نار ولما بيضربوا عليه بيفتكر شيفو وبيعمل زايه وبيمسك طلقة المدفع وبيرميها في المياه وبيفضلوا يضربوا عليه بالمدافع كلها بس هو بيعرف يتفادها لانه خلاص وصل للسلام الداخلي لحد ما في الآخر بيمسك قذيفة فيهم وبيلف بيها وبيرميها على السفين اللي عليها شين وبيروح بولشين اللي بيبقى مستغرب بوه عمل كده ازاي ويفضلوا يحاربوا بعض لحد ما السلح بيبقى على شين والسفينة بتنفجر بيه وبيرجع بولي الوزة وبيقولوا انه هيفضل دايما ابنه الصغير وبنشوف في مكان بعيد ان ابو بول حقيقي ليست عايش وكمان كتير من البنده معاه ده ما وصلت نهاية فيلميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة